بسم الله الرحمن الرحيم ده الجزء الثالث من الأسئلة اللي جاتلي على lecture 7 الناس وقفت فيها وسألت فيها بعض المجموعات في المحاضرة حبيت أقولها علشان المجموعات التانية واحد من الأسئلة هم طبعا فيه كذا سؤال بنفس الطريقة بس هم سألوا على التنش انفرس أو الانفرس تان هيبربوليك بصورتها اللعارتمية the logarithmic form of inverse hyperbolic functions احنا عملنا في المحاضرة sine hyperbolic inverse أو الشين minus 1 عملناها بطرقتين وتعالوا نعمل برضو السؤال هنا بيقول لي اعمل التانش minus 1 أو إثبت أن فيه صورة باللغارتمية للتانش minus 1x طبعا ضمن طقي جدا لأن تعريف الhyperbolic functions باستخدام الExponential فيبقى الانفرس بتاعها يبقى له تعبير باستخدام الانفرس بتاع الExponential اللي هو اللغارتم فتعالوا نبدأ من التعريف ونحاول الحل الأول solution method 1 let y ساوي تانش minus 1x وطبعا من تعريف الدولة العكسية دلوقتي يبقى هنا خبراء في الدلة العكسية y بتساوي f يبقى x هي f minus 1 of y والعكس بالعكس فy هي tanche minus 1x means إن x هي tanche y ونحن عارفين طبعا tanche y هي من هي sin hyperbolic أو shine y على co-shine y طبعا ممكن نكتبها or باختصار shine y على co-shine y بالطريقة دي اللي يحب وطبعا نحن عارفين طبعا عارفين منين by definition definition بتاع hyperbolic functions إن shine y هي half e to the y minus e to the minus y and co-shine y هي يمين نفس الكلام بس plus فلما نقسم دول على بعض نقسم shine على co-shine يطلع للتنش يبقى therefore x بتساوي tanche y والتنش y هي بتساوي نقسم الشاين ده على الكو-shine ده فالنص طبعا هضيه فممكن ما نكتبهاش نوفر خطوة يبقى e to the minus y over e to the y plus e to the minus y طبعا زي ما احنا عارفين e to the minus y هي واحد على e to the y يعني الأسس السالبة بتنزل تحت وتبقى أسس مجابة وطبعا في الحالة دي بقى عندي كسور فوق وتحت ونقدر نتخلص من الكسور دي بالطريقة المعتادة اللي هي ايه نضرب فوق وتحت في المقام المشترك أو e to the y هنا فوق وتحت فنحط هنا أقواس عشان نوزع بوضح هتعمل إيه الضربية دي هتخلصني من الأسس السالبة أو المقامات يبقى x بتساوي e to the y هتتضرب في e to the y تبقى e to the y جمعت الوصص طبعا e to the y في e to the y يطلع e to the 0 أو 1 على طول وهنا نفس الكلام e to the y minus 1 plus 1 بقى وإحنا عايزين إيه إحنا كان عندي حاجة اسمها تنش minus 1 x فسمتها y وعايز أجيب y كأنني بجيب الدلال العكسية بالزبط فعايز أجيب y الحل هو نضرب الطرفين والوسطين ونجمع e to the 2 y ومين هنجيب e to the y يبقى cross multiplication هيديني x e to the 2 y plus x وهنا زي ما هي e to the y minus 1 طبعا بالطريقة المعتادة نجمع دول وناخد e to the power 2 y common factory يتبقى لي x minus 1 ونجيب minus x الناحية التانية دي يبقى minus 1 minus x يبقى therefore طبعا واضح جدا نقدر نقسم على x minus y minus 1 الطرفين يبقى يبقى e to the y يساوي minus دي طبعا 1 plus x خدت minus 1 مشترك وهنا يبقى x minus 1 ممكن بردو نكتبها minus 1 minus x يبقى يبقى الصورة الصورة البسيطة دي والمينس هتروح يبقى therefore e to the y يساوي 1 plus x over 1 minus x وطبعا زي ما احنا تعودنا الصورة القسية نقدر نكتبها بالصورة اللغة 100 صورة مكافأة يبقى ناخد lin الطرفين طبعا الاساس e هنا ناخد lin الطرفين لجريث to the natural base e يبقى 2 y ساوي طبعا عايز تكتب lin e وبعدين تكتب 1 ماشي زي ما انت عايز يعني يبقى دوت lin 1 plus x over 1 minus x آخر خطوة نقسم على الاتنين دي ونجيب y اللي أنا عايز ها الصريحة therefore y أو 10 minus 1 10 minus 1 x هي y وهي احنا سمينا 10 minus 1 x اللي أنا عايز أجيبها سميت y ودلوقتي حليت و solved for y وجبت y فعلا وطلعت بالصورة اللي هو بيقول لي عليها فهي نص lin 1 plus x على 1 minus x في بعض الكتب هتلاقيها كتبة جوا lindy modelis علشان تتأكد ان الكلام ده مجاب عشان نقدر نجيب له اللغة ما وطبعا دي هي الصورة وهي صحيحة 1 1 زائد 1 1 x مزبوط دي الطريقة الأولى الطريقة الثانية هي لو كان أنا عندي دوت وهو ده اللي بسأل عليه فنقدر نفاضل ده ونشوف هيطلع فهو التفاضل بتاع التانش مينس وان ولا لأ وبعدين نشوف نكمل ازاي عملنا نفس الطريقة دي برضو في الشاين انفرس عملنا التفاضل بتاعها وده طبعا بيديني صورة مهمة جدا فتعالوا الطريقة التانية في ناس اقترحت الحل دوت وهو حل سهل فعلا نحن هنفاضل ده ونفاضل ده تفاضل نص لن 1 بلاس اكس اللي عندي ده على 1 مينس اكس طبعا قبل ما فاضل ممكن استخدام خاصة اللي غريت مات يبقى دي باي دي اكس اوف اوف الحاف ده طبعا ثابت مضروب يبقى يطلع برا ممكن نعمله الخطوة الجاية يبقى لن 1 بلاس اكس طبعا كده يبقى احنا عايزين الاقواز دي والنص ده يطلع برا ادي النص وهو طلعته برا كده اسهل نحسن منظر شوية يسويه هاف دي باي دي اكس اوف لسه ما فاضلتش بس طلعت السابت برا ودي مخاصة تفاضل زي ما احنا عارفين لن 1 مائس اكس دلوقتي نفاضل تفاضل سهل جدا تفاضل اللين يبقى الواحد على الفونشن دي تحت وتفاضلها فوق تفاضل 1 بلاس اكس وهو 1 مائنس نفس الكلام هنا 1 مائنس اكس يبقى تفاضل 1 مائنس اكس هو مائنس 1 فده يخلي الموضوع يبقى بلاس النتيجة نص فيه 1 على 1 زائد اكس زائد تاني لانه نائس في نائس واحد يبقى 1 على 1 نائس اكس ده طبعا نقدر نواحد المقامات هنا سهلة او ينسألها بسيطة من جمع الكسور ادي النص اهو وهدي المقام المشترك هيكون 1 بلاس اكس في 1 مائنس اكس وفوق هيبقى 1 مائنس اكس توحيد مقامات عادي جدا 1 بلاس اكس اللي مش عارفي يقدر يراجع جامع الكسور هي الحكاية بسيطة خالص انا عندي هنا 1 زائد اكس تحت وهنا 1 نائس اكس فهضرب الكسر الاولاني فوق وتحت في 1 نائس اكس وهضرب الكسر التاني فوق وتحت في 1 زائد اكس كده يبقى المقام بتاعهم هما الاثنين ده سيم ديناميناتور المقام المشترك الاصغر هو 1 بلاس اكس تايمز 1 مائنس اكس قصين مضربين في بعض اللي هما واحد زائد اكس وواحد مايس اكس وفوق هيجي جامعهم بالمنزر ده فالنتيجة هادي النص وفوق هيكون المائنس اكس والبلاس اكس هتكنسل والنتيجة تتبقى لي اثنين وطبعا اللي تحت ده كان فرق بين مربعين وده بتحليله ممكن نرجعه زي ما كان عشان الصورة اللي احنا عارفنا وطبعا اللي اثنين دي هتكنسل دلوقتي مع اللي اثنين دي بقى الاجابة واحد على واحد مايس اكس تربيه ودوت هو بالزبط التفاضل بتاع التانيش ماينس وان اكس زي ما عملناه قبل كده في الجدول بط دي باي دي اكس احنا عارفين انه هو ده واحد على واحد مايس اكس تربيه بالزبط يبقى عندي دلوقتي تو فانشنز ليهم نفس التفاضل يبقى عندي دي باي دي اكس اوف هاف لين وان بلس اكس اوفر وان مينس اكس هو هو دي باي دي اكس اوف تانش مينس وان اكس ديرفور نعرف ايه بقى لما يكون عندي دلتين ليهم نفس التفاضل عند كل الدومين بتاعهم يبقى دلتين دول متسويين فيما عادة ثابت يعني الفرق بينهم يكون ثابت وطبعا الحكاية ديت انتو بتستخدموها كتير في حساب التكامل دايما لما يكون عندي تكامل غير محدود فبحط ثابت في الاخر لاني بجيب الانت ديريفاتف او الدلال الاصلية اللي تفاضلها بيديني الدلال مكملة فانا مش عارفها بالزبط ممكن يكون زائد خمسة نقص ثلاثة زائد اي ثابت ينفع لان تفاضل الثابت بصفر يبقى هنا لما عندي دلتين تفاضلهم زي بعض يبقى اذا الدلتين دول متساويتين فيما عادة فرق ثابت يعني 10-1x هو هو حيث cd is a constant بس المطلوب هو انه داي سوي ده بالزبط يعني السابت هو صفر طيب نثبت ازاي ان السابت دوت هو صفر طبعا ممكن ناس تكتب الاجابة دي على طوله تنسى موضوع السابت وتنسى تثبت ان هو صفر وكل الحاجات دي لكن دوت الكلام بدقة لما يكون عندي دلتين تفاضلهم متساوية عند كل نقاط المجال ده معناه ان الدلتين دول متساويتين فيما عادة الفرق الثابت يعني ممكن يكون f هي g plus c c دي بكام لو عندي معلومات اقدر اجيبها لو ما عنديش معلومات هنفضل سايبينها زي ما بنسبها في حساب التكامل المحدود طيب حدا عنده فكرة ايوه لما يكون عنده نقطة معينة لما هم متساويين دايما for every x therefore for every x we have x in the domain يحصل ايه يحصل كده طيب اكس بيساوي صفر دي نقطة من نقطة الدومين ده تعالى نستخدم نقطة من نقطة الدومين x بيساوي صفر in the domain بتاع الفانكشنز دي therefore يبقى 10 minus 1 0 هو هو half len 1 ودايما دي الطريقة اللي بنجيب بها الثابت هنا او في الثابت التكامل لو كان عندي معلومات اضافية اعوض بيها واقدر احسبه اعوض عن x ب 0 يبقى 1 minus 0 على 1 لا هي البلاس فوق والمينس تحت ايدي بلاس فوق ومينس تحت ايدي بلاس طبعا مش هتفرق او عشان الزيرو لكن احنا لازم نصلح اي غلطة ادي زي اتسي طيب التنش 0 بكام نرجع لتعريف التنش هي شاين 0 على كوشاين 0 فيطلع شاين 0 عوض هيطلع ايو سي 0 نايس ايو سي 0 يبقى 0 التانية ايو سي 0 بلاس ايو سي 0 يطلع 2 على 2 يطلع 1 فشبه الصين والكوزين صين 0 ب 0 كوزين 0 ب 1 نفس الكلام هنا شاين 0 ب 0 كوشاين 0 ب 1 فالاسمة هتطلع تانش 0 يساوي 0 فلما تانش 0 يساوي 0 يبقى تانش 0 بردو يساوي 0 لانه لو F بتودي 0 F بتودي X ال Y يبقى ال F انفس هتودي Y ل X هترجع Y ل X فتانش 0 هيرجع لل 0 وهنا نص لان طبعا واحد على واحد يبقى واحد زائد C وطبعا لان لغة رتم ال واحد يساوي صفر يبقى اذا C بتساوي صفر وده يثبت المطلوب لان لغة رتم ال واحد يساوي 0 لان 1 بلس X على 1 مينس X وده الاثبات الثاني المطلوب البقى الاسئلة اسئلة مباشرة اقول بعضها شايفة بي مسلا السؤال الاولاني بتاع التقريب شاين ها 4 وستش 2 نكتب القانون ونعوض به باستخدام الآلة ونقرب لأربع أرقام عشرية او زي ما يقولي الباقي اسئلة سهلة ومباشرة نكتب القانون